احمد فتوح عمل اشعة على قدمه في الساعات اللي فات اثبات اصابته بشرخ في عظمة وجه القدم عنده شرخ في القدم اللعب هيخضع ليه عملية جراحية او مش عملية عفوا هيتحط في جبس لمدة اسبوعين الاسبوعين دول بعدها هينزل هو مرحلة التأهيل ويشارج مباشرة في تدريبات نادي الزمالي غياء مؤثر جدا لأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي كمان عنده اصابة برضو محمد عبد الشافي عبدالله جمعة بحسب جزوالد وفريرة لسه مش جاهز فنال المشاركة في الجبهة اليسرى في نادي الزمالك فيها ازمة قبل مباراة امبي احمد فتوح ومحمد عبد الشافي وعبدالله جمعة مش جاهزين هو اعتمد على عمر جابر في مباراة النادي الالي ووارد جدا انه اعتمد عليه مرة اخرى في مباراة امبي عمر جابر بيجيد اللعب في الناحية اليسرى